أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت نقطة مضيئة وصوتا مسموعا لشعوب العالم النامي وملاذا أمنا من الاستقطاب الدولي وهو ما جعل منها قوة نافذة ومؤثرة على الساحة الدولية وآلية مثالية لتعزيز التعاون الجنوبي الجنوبي وخلال مشاركته في الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز أكد رئيس مجلس النواب أن جائحة كورونا مثلت اختبارا حقيقيا وجدا لقيم التضامن الدولي والذي جاءت نتيجته مخيبة للأمال مما خلف جروحا غائرة في جسد التضامن العالمي والانساني وشدد جبالي على أن الدولة المصرية لم تنظر إلى جائحة كورونا بوصفها أزمة صحية فقط وإنما أزمة متعددة الأبعاد وهو ما جعل التحرك المصري تجاهها يتاسم بالشمول عبر إجراءات هدفت إلى امتصاص وتقليل صدمات ناجمة عن الجائحة